السلام عليكم يا اهلين وسهلين بالجامع مرحبا اليوم ماشي باش نوري لكم طيب اولا نوري لكم طبخة اولا طبق اليوم باش نوري لكم حالة من الحالات اللي تنطحوا فيها دايما غتشوفوا بعينيكم يا اهلين وسهلين بكم في القناة قناتين وهي لذتها الطباق لذتها في بساطتها وما تنسوش الاشتراك اليوم غن نهضر لكم على صحتك صحتك وصحتك وابجل حاجة في الدنيا هذي صحتك اه ما تستهنيش باي حاجة وما تستهونيش باي حاجة لازم تتأكدي بانك اي حاجة تقيص صحتك ولو بسيطة ولو والو غدي ترجع لك مشكلة وغدي تدير لك مشكل وما عمرك ما تقولي اه ماشي مشكل ماشي مشكل ما تدوزيش حتى حاجة لان اي عضو في جسمك الشكل يعني كين مشكل كين تأكدي ان سائر الجسد غدي تعدب مع هاذك العضو الصغير انا صبعي اه في الاول اه انسي ستيت على يعني حتمت راسي على الخدمة على المعله اللي بخدويته عني تويا جعله وهو تيشتاكي ويشتاكي ويشتاكي وانا استهونت به حتى تعقدت الامور حتى اضطرت انني وغدي اضطر انني يحله باش يشوفوا شنو المشكلة بسبعي سبعي عطل جسمي كامل وعطل داري كاملة فالانسان ينتابه لصحته وينتابه ليده وينتابه لرجله وينتابه لأي حاجة درسته وينتابه لأي حاجة خاص انسان اللي تيجوك الناس ما تيقولولكش السلام عليكم كيديرا كيدير كوزينتك كيدير دارك تيقولولك كيديرا كيديرا صحتك كيديرين وليداتك اديها في صحتك انتابه لصحتك لانا حتى حاجة ما تتنفع واي حاجة تتمرد واي حاجة تخليك تعطلك علاش حال من حاجة اما في ما يخص الطابق نطع اليوم شكلا Hahaha جه ماشي منضم شكلا ماشي مرغوب فيه ولكن البنة كانت لأول hated كانت حاضرة يجنيو هاتي يليت الججاج في الفران آآ هادي هنا يدرت بقلاء ومالحاء آآ آآ أولا فطائر أولا بالب solely فطائر حد کلام ولي ادي مريضة مقدرتش نقطعهم زيان شكل تاهاجه مشي منضم وماشي مرتب ولكن البنة دارت فيوندا شي معا بسلام شحرا ودارت معاها دارت شوية ديال تحميره فلفل الأحمر دارت شوية ديال جنجمب توابل ديال كفتا تقدري تشريها من عند الراجل او لا تقدري تحضريها مرة أخرى نقول كيف تحضريها ملح وخلاص جمعتها دارت شوية نتاع البشامل من البارح استعملتها الداخل في خومج هنا نزدت لها الكفتا هو البنة كينة ولكن كان مشكل في الشكل لأنها ما قدرتش نستعملها ورغم أنه الطبيب قال لي ما تقيسش بها حتى شي حاجة ما تقيسش إلا أنني هكا ما خديتش رايو وتعقدت الأمور وان شاء الله ربي عافي كل واحد ولكن نصيحة من عندي يعني تحضروا في صحتكم ولو هادك الدفور غير صغي ورهادك تدير مشاكل كبيرة والحمد لله على كل حال المهم تتشدي لبطافيلو ديالك تديري طبقات بطبقات تديري بنتهم الزبدة وتعمريهم وتديري أي حاجة بغيتها إن شاء الله المرة الجاية نديروها حلوة باللوز أو بالجوز أو بالقرقاع بالكوكا وعلش الزوين الكوكا هذا ما كان اليوم كان بريكل كان فطورنا اليوم بريكل كانت الحريرة عندي من قبل ما درتش بزاف الفطور لأن والدي كان غايب اليوم ما الفولتي طيب اليوم كان غايب كان البارح الخميس كان في الجامعة ما قدرش يعاوني اللي غالب هذا والحاضر هو البنقة الكينا والشكل اللي غالب لجنيوحات غسلتهم بالماء درت الماء والسقر والملح والخل ورقتهم فيه قريب ساعة باش خرج لهم دك الدم كامل وغسلتهم مزيان ودرتهم في الفران الجناوح والملح وبس ما تديري لهم حتى مددة سيمة لازي تلاولو وتتوج ديالهم السوس بفالو تتعرفيها فيها الزبدة العسل الخل معي القدية الماطيشة تلحك وشوية ديال الهريسة انا ما عنديش الهريسة درت الفلفل الحمر حار لانا تتجي حارة وتملحي الدو بكل شي مع بعضياته ويتبخشي شوية وتكبيها للجنحين من اللي تخرجيهم من الفران هذه الطريقة ديالهم تيجيوا رائعين تيجيوا متش بعيش منهم كنت معولا نقدمهم مع خضر ولا مع بطاطي سمقلية ولا يعني نقدمهم ما قدرتش قدمتهم وحدهم دونك تقبلوا عليا فطورنا اليوم واليوم الفيديو والله والله قصدت به يعني النصيحة من اللي تشوفي الجسم ديالك بينلك على مع انه مريض حاولي تفهميه وحاولي تستمعي الجسمك وتستمعي صحتك وترتاحي وتشوفي السبب وتشوفي المشكل شنو هو لان ما تخليش الأمور تخرج على السيطرة وترجعي من حاجة بسيطة لحاجة معقدة وما تقدريش تسيطري عليها هذا والفيديو ديال اليوم الهدف دياله اما الطبخ راني قلت لك بريكل اليوم مشي طبخ اه حتى في المندر والدي علق علي يضحك عليها شوية ولكن كان كان همهم انه صحتي تكون بخير لانه كانت اه واضح عليها انني اهيت وانني تعبانة والحمد لله الحمد لله اليوم قلت له ما نمس حتى شي حاجة ليانني اه كترت على يديا والحاجة الي سوف تتوزغي واحد لوقت قصير وتبرع انا خليتها طولت من كترة العند نتاعي واناني تن تنعاند يعني وتنكابر والحمد لله خلاص هنا نبدأ نغطي في ذاك البقلة ولي درت تقطعي الجنب وديريهم في الفران نهاية نهاية التحضير وهنا تحتاج تدخلي الحواشي و تقطعي الجنب انا مقدرش نقطع لانه يدي مريضة و جد شوية طالعها اما البنة ما نقول لكم الطبق شهي وزوين ولكن تقطعيه مزيان وتقدري تماتري كيف ما نقوله تقطعون زيان شوية واقف ما شدش يعني الشكل ديالوجيا شوية ولكن المدق كان رائع والمهم فهد شي كله كامل المهم ان صحتنا تكون بخير وان الانسان ما يستهونش بصحته وما يكابرش ما يكابرش مليت وجعك شي حاجة لازم تشوفي شنو هي وتشوفي السبب وتشوفي وتعاليها ما تخليش الامر يتفاقم هذه هي نصيحتي لك اليوم صحتك ثم صحتك ثم صحتك والباقي سهل ان شاء الله نكون قدرت نوصل لكم الحالة يعني اللي راني فيها وما تكونش فيها منتمنها حتى الشي واحد هنا قدرت الزفدة قدرت شوية ديالت حميرة وشوية معي القضية للعسل هادي هنا معي القضية للعسل هادي نصص بيفال تكبيع لهم الاسوس هنا كان جاولي ذاك الوقت هنا سافي وصل و بقاتي يقول لي علش حد بتي راسك علش كون خليتي حتى جيت سافي كان هذا فطورنا ديالبارح ودايما سوف نقول لكم نعودها صحتك 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 وصحف طوركم وكل عم انتم بخير